ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة خلال مشاركته في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي عقدوا بالقاهرة أكد مدبولي أن إن عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتطورات دولية يشهدها المجتمع الدولي وفضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة إن عقد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتطورات دولية يشهدها المجتمع الدولي فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب الجارية حاليا في خطاع غزة حيث شكلت كافة تلك الأزمات تحديا جدا لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر هذا بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الزكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر